لم تكفهم آلام القصف والحصار بل حلت عليهم آلام مرض خبيث بات يفتك بالكثير منهم وكأن حياتهم أصبحت لوحة تجسد المعاناة بأبشع صورها 224 حالة إصابة بمرض السرطان تم اكتشافها في غوطة دمشق الشرقية بعد حصار نظام الأسد ما دفعا الأطباء لدقي ناقوس الخطر فأنشأوا منذ عامين مركز دار الرحمة الطبي لمتابعة أحوال المرضى ورعايتهم لعلهم يستطيعون بإمكانياتهم المتواضعة إنقاذ حياة أشخاص هم أحوج ما يكون لمد يد العوني والمساعدة ونحن هنا بالغوطة الشرقية رغم الحصار رغم العمل نفس السيء رغم العمل غزاء السيء وفي الوقت الذي تستمر فيه معاناة السوريين يستمر صمت المجتمع الدولي لتبدو المبادئ والقيم الإنسانية التي طالما تغنى بها مجرد عبارات رنانة لا تطبيق لها على أرض الواقع ترجمة نانسي قنقر